بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حصتنا اليوم لبلاب الثانوية العامة للمستوى الرابع ببلاب التوجيهي في الوحدة السابعة القاعدة الثانية اللي هي بعنوان ال-impersonal passive في الفيديو السابق تحدثنا على قاعدة ال-indirect question بنفس الوحدة السابعة واليوم هنحكي على القاعدة الثانية اللي هي ال-impersonal passive ال-impersonal passive اللي هي معناها بالعربي اللي هي المبني المجهول الغير شخصي يعني هي تقريبا نفس قاعدة المبني المجهول لل-passive voice ورح نشرح عنه إن شاء الله في الأيام القادمة بنفس الطريقة ونفس الإسلوب لكن رح يكون عندي فورم اللي هي بداية التحوير هيختلف شوي أو بنفس الصيغة تقريبا نفس الطريقة بس اللهم بإسلوب جديد وطريقة جديدة طيب خلينا نعرف ال-personal passive إيش المقصود فيه جملة المجهول الغير شخصي هو أن تقوم بنقل الأفكار thoughts إذن هي عبارة عن أفكار thoughts والأقوال sayings والأراء opinions والمعتقدات believes بطريقة رسمية formal ومهذبة polite إذن هي عبارة عن reporting thoughts sayings opinions beliefs in formal and polite way إذن هي عبارة تنقل هذه الأفكار والمعتقدات والأقوال والأراء بطريقة رسمية ومهذبة يعني إحنا بالعربي مرات نقول يقال أن غدا إجازة أو قيل أن غدا ستكون أمطار غزيرة سمعت أنهم قالوا أو قالوا وحكوا وصرح وقال إذن بمعنى آخر أنا ال-impational passive أنا بدي أنقل الكلام اللي صار بأفعال معينة لكن بطريقة مؤذبة ومهذبة يعني بطريقة رسمية أكثر طبعا إحنا هيكون فينا في القاعدة هاي two forms هيكون فينا شكلين للقاعدة هاي إلا أنا بدي أبنى عليها قاعدتي وأبلش أشتغل فيها في الطلاب التوجيهي بدنا نكون عارفين أن القاعدة هاي في الامتحان التوجيهي يجي عليها عملية ال-re-write إعادة الكتابة أكثر multiple choices يعني لو دي يجيب عليها ضع الدائرة رح يبلش يشتغل معك في موضوع التصريف والأفعال المساعدة أكثر ما يشتغل على المفعول به يعني نكون منتبهين لهذا الشيء لكن أكثر شيء في امتهان التوجيهي بتطرقوله اللي هي عملية ال-re-write طيب قبل ما نحكي على الأشكال هاي اللي هو two forms لازم نتعرف قبل هيك على الأفعال اللي أنا بدي أميزها في الجملة اللي هي من خلالها هكون عارف هاي القاعدة أو هاي الجملة بتحكي على القاعدة في ال-impersonal pass كيف؟ يجب حفظ الأفعال التالية جيدا والتصريف الخاصة بها من خلال شكل الأفعال التالية يمكنك تحديد زمن الجملة حتى تعطيه الأفعال المساعدة اللي رح نحكي عنها كمان شوي يعني الأفعال اللي رح تكون موجودة في الجملة مش إحنا حكينا معتقدات وآراء وأقاويل هاي المقصود فيها الأفعال يعني مثلا إذا أعطاني الفعل think رح يكون هذول الأفعال في العمود الأول اللي عشمالكم وأتمنى الطلاب اللي يعني مش قادر أنه يفهم عن طريق الاستماع مش غلط لو كتب ملاحباته على الدفتر يعني بقدر يعمل pause يوقف الفيديو ويكتب الملاحبات لأنه بحكي له عنها بحيث يكون متبع معي أول بأول العمود الأول اللي عشمالكم هذول رح يكون زمنهم في المبارع البسيط يعني إذا كانوا في الجملة في المبارع البسيط فإن هاي الأفعال إما ستنتهي بS أو ES أو ستكون مجردة لأنه سبقه فاعل جمع إذن هاي الأفعال إذا شفتوها في الجملة فرح نعرف إنه زمنها هيكون إيش في زمن المبارع البسيط العمود الثاني هم الماضي البسيط من هاي الأفعال يعني think الماضي منها thought believe الماضي منها believed say said claim claimed estimate estimated prove proved suggest suggested know new إذن إذا شفنا في الجملة هذا الشكل من الأفعال فبعرف إنه هذا يكون زمنه ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني أما الشكل الثالث من هذه الأفعال اللي هو التصريف الثالث رح نكون عارفين إنه رح يسبقهم هاي الأفعال اللي شايفينها باللون الأزرق رح تكون في زمن المبارع التام يعني حيكون قبلها has و have ثم التصريف الثالث يعني مثلا has have thought has have believed has have said إذن هذا الشكل العمود الثالث هو يمثل زمن المبارع التام إذن أول عملية لازم نعملها بدنا نحفظ هاي الأفعال بتصريفها الأول وتصريفها الثاني وشكلها في المبارع التام يعني المطلوب مني في هاي القاعدة ثلاث أزمنة زمن المبارع البسيط زمن الماضي البسيط وزمن المبارع التام لما نحفظ هاي الأشكال بنبلش الآن في عملية تحويل الجملة ونحدد كل فعل على إيش بدل وعلى أساسه أنا بدي أعطيه الفعل المناسب الفعل المساعد المناسب بنفس قاعدة المبني للمجهول يعني مثلا لما نكون نحكي في المبارع البسيط في المبني المجهول تمام كنا نستخدم ال-is-am-are زائد التصريف الثالث لما أنا بدي أحوّر الجملة من active to passive لما أنا بدي أحوّر الجملة من مبارع إلى من مبارع للpassive voice من معلوم لمجهول معناته أنا بدي أحوّل شكل الزمن بدي أغير شكل الزمن وليس الزمن بدي ننتبت يعني لما أنا بدي أثبت إنه هاي الأفعال مبارع بسيط لما بدأت تتحول للpassive voice راح تتحول لـ is, am, are تصريف ثالث أما الشكل الثاني اللي في اللون الأحمر اللي شايفينه قدامكم هو بمثل الماضي البسيط أي لما بدأ حوله للpassive voice راح أستخدم الwas والwhere زائد التصريف الثالث أما المجموعة الثالثة والأخيرة اللي هي مجموعة المضارع التام زي ما أنتوا شايفين الأفعال المساعدة موجودة اللي هي الhas والhave ورح نستخدم الbeen ثم التصريف الثالث إذن أول شيء لازم نعمله لازم نحفظ هاي الأفعال اللي راح تكون مدروجة داخل الجملة ومن خلالها هنبلش نطبق نيجي هون الآن هزي ما حكينا أنه في عندي two forms عندي شكلين لقاعدة ال-impersonal passive الشكل الأول راح يبدأ معي ب-it الشكل الأول راح يبدأ معي ب-it يعني جملة التحويل للجملة هاي أو للقاعدة هاي راح تبدأ بشكلين إما ستبدأ ب-it تمام إما ستبدأ ب-it وإما ستبدأ ب-object إذن القاعدة هاي حتى أقدر أميزها من القواعد الأخرى إنه هاي الجملة أو هاي القاعدة راح تبدأ بشكلين شكل إما راح يبدأ ب-it وإما راح يبدأ ب-object تمام راح نحكي على الشكل الأول الشكل الأول اللي هو راح يبدأ ب-it وإحنا بنعرف إنه ال-it هو ضمير فاعل مفرد ضمير فاعل مفرد وإحنا حكينا الأزمنة المستخدمة في القاعدة هاي المبارع البسيط الماضي البسيط المبارع التام فلو يجينا قلنا على المبارع التام شو الأفعال المساعدة الخاص في الباسف بويز قاعدين نحكي المبنى المجهول شو الأفعال المساعدة بتدول على المفرد ال-is ما بقدر أستخدم ال-ar وال-am مع الضمير i إذن في حالة إذن أثبت إنه هاي الجملة زمنها مبارع بسيط إذن هستخدم مع ال-it is ولكن إذن أثبت إنه زمن الجملة ماضي راح أستخدم مع ال-it was وإذن أثبتنا إنه زمن الجملة مضارع التام فرح نستخدم ال-it has إذن في الشكل الأول الأفعال المساعدة المستخدمة مع ال-it هي فقط ال-is وال-was وال-has والتي يمثل الفاعل المفرد والذي يمثل الفاعل المفرد إذن الطريقة الأولى أو الشكل الأول إنه الفاعل راح يبدأ معي أو جملة التحويل راح تبدأ ب-it معناته أنا مباشرة يا بدي أعطي is يا بدي أعطي was الفعل اللي حكينا عنهم الجدول اللي أمامكم شايفينه هون حسب الأفعال هاي حسب شكل الفعل اللي راح يجي قدامي وعلى أساسه أنا بدي أحدد الفعل المساعد for example they say that some students need extradutions in English يقال أو هم بيحكوا إنه بعض الطلاب يحتاجوا إلى دروس إضافية في اللغة الإنجليزية طيب تمام إجعطاني it في بداية الجملة معناته أنا بدي أحل على الطريقة إيش الأولى بدي أحل على الطريقة الأولى أول شي شو بعمل أكتبه نحدد زمن الجملة أو الفعل من خلال فعل المعتقدات إحنا بلن نسميها عشان يكون عارفين عن إيش قادرين نحكي راح نسميها فعل المعتقدات تمام إذن أول طريقة اللي حاب يسجل يكتب أول شي نحدد زمن الفعل أو زمن الجملة من خلال فعل المعتقدات من خلال فعل المعتقدات اثنين نعطي الفعل المساعد المناسب بحسب الزمن يعني إذا أثبتنا أنه سي سي شو زمنها هل هي مبارع بسيط هل هي ماذا بسيط أم هل هي مبارع تام آه مجرد تمام طيب بما أنه أنا أثبت أنه هذا الفعل مبارع بسيط فعند التحويل من لاحظ أنه نمشى لحسب القاعدة اللي فوق زي ما أنتم شايفينها راح يكون يعطيني إت فأنا بدي أعطي إز لأنه أثبت أنه هذا الفعل ما له مبارع بسيط فرح أعطيه الفعل المساعد إز وهذا فعل المعتقدات ثلاث أكتب النقطة ثالثة ثم نحول فعل المعتقدات إلى التصريف الثالث ثم نحول فعل المعتقدات إلى التصريف الثالث بعيد مرة ثانية أول شيء إذا بدأت الجملة بإت هذا واحد نحدد زمن الفعل أو نحدد زمن الجملة من خلال فعل المعتقدات من خلال فعل المعتقدات وإحنا سمناهم هاي الأفعال كلها فعل المعتقدات تمام فإذا أثبتنا أنها مبارع بسيط فما يناسب الإت إيش هو الإز فمن نزل إز مع الإت فبصير إت إز وفعل المعتقدات يحول إلى تصريف ثالث بدك تكون عارف الأفعال كلها اللي حكينا عنها في الجدول كلها رح تتحول إلى تصريف ثالث سواء كانت في المبارع البسيط أو سواء كانت في الماضي البسيط كلها رح تتحول للتصريف في الباس بارتيسبل تمام ثم من نزل الذات الذات أصلا ستكون موجودة عندك هاي الطريقة الأولى سهلة جدا ولا بدها شيء هي عبارة عن عن طر يعني عبارة عن حلين أو عبارة عن طريقتين فقط من نزل الفعل المساعد الإز بما يناسب الزمن ثم نحول الفعل المعتقدات إلى تصريف ثالث ونكمل الجملة كما هي ونكمل الجملة كما هي تمام بعيد مرة ثانية الشكل الأول رح يبدأ بإت اللي هي جملة التحويل اللي حنا قاعدين نحكيه هو رح يطيك جملة عادية زي هاي لكن إذا أعطاني إت أنا بدأ أكون عارف الأفعال المساعدة اللي بدأ أستخدمها يا إز يا واز يا هازبين ما في غير هيك لأنه الإت مفرد تمام طب أنا متى أبدأ أستخدم الإز ومتى أستخدم الواز ومتى أستخدم الهازبين عندما أنظر إلى الفعل المعتقدات ومن خلاله أحدد زمن الجملة فإذا عرفت إنه السي مبارع معناته ما يناسب الإت إيش هو في المبارع الإز بالضبط وإذا عرفنا إنه السي سد وزمنها ماضي فشو يناسب الإت واز وإذا عرفنا إنه هاز سد يعني مبارع تام فماذا يناسب الإت هاز بين تصريف ثالث ومن ثم نحول هذا الفعل إلى التصريف الثالث ونكمل الجملة كما هي دون نقصان أو زيادة طيب يا ستار طب كيف نعرف إنه الجملة في الامتحان إنه قاعدة ال-impersonal passive في عندك طريقتين الطريقة الأولى من خلال هاي الأفعال الموجودة عندك فعل المعتقدات هذا واحد أو من خلال اللي هو الذات من خلال الذات لأنه في قاعدة المبنى المجهول الأولى الأصلية التي خدناها في المستوى الثالث ما في عندي ذات ما في عندي ذات إذا أريد أن أميز بين المبنى المجهول الأصلية اللي نعرفها أو ال-impersonal passive أميزها بالفعل أفعال المعتقدات التي تستخدم دائماً أو من خلال الذات أو من خلال الذات هذا الشكل الأول طبعاً سنجد أمثلة ونرى كيف الشكل الثاني ممكن أن الطلاب تخربط فيه قليلاً لأنه سيبدأ بمفعول به طيب ممكن يأتي الطائب ويقول لي أين نفعول به بالجملة؟ لو أرجعنا شوي لفوق ونقول له أكتب الملاحظة هاي بالله يا شبابي والصبايا اللي متابع معي واللي حاب يستفيد يكتب الملاحظة هاي يقع المفعول به بعد ذات بعيد يقع المفعول به بعد ذات مرة ثالثة يقع المفعول به بعد إيش؟ بعد ذات إذن اللي وقع في بداية الجملة كمفعول به اللي هو كهوة موجود بعد ذات وبعيد وبكرر ممكن هذا المفعول به يكون ضمير وممكن يكون اسم علم وممكن يكون اسم نكرة ومنعيد ونزيد على الاسم النكرة الاسم النكرة بيسبقوا كثير شغلات صفات محددات كمية ضمائر صفات ملكية اللي بيسموها positive adjectives أو demonstrations أو quantifiers محددات كمية هاي كلها تسبق الاسم النكرة زي هو مثلا في عندي سام students فهذا الobject عندي يعني حتى أقدر أميز المفعول به رح يقع بين الذات والفعل بين الذات أو الفعل المساعد هذا بنسميه الobject إذن في الطريقة الثانية رح يبدأ لي الجملة بالobject أيوة هنا بدنا نوقف تكة أقول لك إخوانا السوريين في أولى قلنا الـ خلص يا إز يا واز ما عندي مشكلة للمفرد لكن لما بيجي بيقول لي object معناته هذا الobject ممكن يكون مفرد وممكن يكون إيش أيوة ممكن يكون جمع وبدنا ننتبه هذا المفعول به ممكن يكون على هيئة ضمير وممكن يكون على هيئة اسم وهذا الاسم إما ينتهي بأس الجمع وإما يكون اسم شاذ وإما يجمع اسمين بأند وفي ملاحظة ثانية اللي حابي سجلها إذا كان المفعول به يحتوى على كلمة off اللي حابي سجل معلومة هاي إذا احتوى المفعول به على كلمة off فنحدد المفرد والجمع ما قبل off وليس بعد off بعيد مرة ثانية إذا احتوى المفعول به على off يعني كيف يعني على off يعني إلجا قل لي مثلا one of students حسن بيجي طالب يقول لي هاي الجمع بقول له لا فعشان هيك إحنا بدنا نطلع على ما قبل off فإذا قل لي one بقول له is بقول له has بقول له was ما بقول له are وهاب لأنه في عندي students إذن الملاحظة الثانية هاي أو الثالثة إذا وجد off ننظر إلى ما قبل off ونحدد من خلاله المفرد والجمع وليس بعد off طيب الشكل الثاني الفورم الثاني شو بقول لي رح تبدأ بobject الobject شو حكينا عنه اللي هو بوق بعد ذات و الفعل هذا المفعول به طيب لما بيت قول المفعول به معناته في زمن المضارع ممكن استخدم ال is ممكن استخدم ال earth أو ممكن استخدم ال was ممكن استخدم ال where في زمن ماضي وممكن استخدم ال have وال has بين في المضارع التام إذن لما يكون في عندي object معناته بد أن تبه أن هذا المفعول به مفرد أو جمع وإلى آخر ثم فعل المعتقدات تلقائيا راح يتحول لتصريف ثالث وبدأ لذات شو ما نحط أي وبدأ ذات نحط two ونجرد الفعل الذي جاء بعد المفعول به اكتبوا معي الملاحظات واحد إذا بدأت الجملة بمفعول به اللي حاب يكتب وحاب يستفيد إذا بدأت الجملة بمفعول به نحدد المفعول به سواء كان مفردا أو جمعا لإعطائه الفعل المساعد المناسب اثنين نحدد زمن الجملة نحدد زمن الجملة من خلال فعل المعتقدات من خلال فعل المعتقدات ثم نضع two والمجرد هذا المجرد مين بقصد فيه المجرد المجرد اللي إيجا بعد المفعول به إذن أي فعل سيقع بعد المفعول به سيجرد سيجرد انتبهوا مثال إيجا قال لي many people believe that technology will run our life العديد من الناس يعتقدون أن التكنولوجيا ستنظم حياتنا طيب إيجا أعطاني المفعول به وين مفعول به هاي التكنولوجيا هو بعد الذات وقع بين الذات وبين الفعل المساعد هاي نزل لي تحت شايفينه نزل لي تحت طيب طيب برد أرجع وين بروح لفعل المعتقدات بدي أحدد زمنه عشان على أساس أعطي الفعل المساعد المناسب باجا بقول believe بطلع الجدول تحت شايفينه بقول believe من العمود المضارع البسيط إذا معناته رح أستخدم يا is يا are لأنه حسب المفرد والجمع فمنقول تكنولوجيا مفرد والجمع مفرد فعطنا is وفعل المعتقدات شو بدو يصير بدو يتحول لتصريف ثالث حسب القاعدة موجودة عندي هون طيب الذات شو بحط محلها بحط محلها two والفعل الرئيسي أيوة سجلوا للملاحظة هاي سجلوا للملاحظة هاي إذا سبق الفعل الرئيسي أفعال مساعدة إذا سبق الفعل الرئيسي أفعال مساعدة نهذف الأفعال المساعدة ونجرد الفعل نهذف الأفعال المساعدة ونجرد الفعل يعني ما يجي يقول لي ويل بشيل الويل بتظل ترن لما بيجي يقول لي مثلا هاز رن بشيل الهاز وبحول الفعل تصريف أول إذن الفعل الذي سيقع بعد التو سيكون مجردا فإذا سبق الفعل الرئيسي فعل مساعد يحذف وبنحط محل تو ويبقى الفعل مجرد هذا الفعل انتهى ب ING انتهى ب ES S أو انتهى ب ED من جرد يعني الرجل لأصله بعد إذن تكنولوجي is believe to run أو الله إذن التكنولوجيا يعتقد تنظم حياتنا تمام مرة ثانية إذن الشكل الأول الشكل الأول سهل ما رح يكون عندك مشكلة الشكل الثاني رح يبدأ بمفعول به بتروح الفعل المعتقدات بتحدد الزمن بيقول لك مضارع بيقول له أوكي معنات يا S يا R برجع المفعول به بقول مفعول به مفرد بقول له S قال لي جمع بقول R ما عندك مشكلة إذا كان مضارع تام بقول هاذ بقول هاي هاف ما عندك مشكلة إذا ماضي هاي واز بقول لجمع بقول هاي وير إذن المفعول به هو رح يحدد لي إن هو مفرد أو جمع وعلى أساسه أنا بد أعطي الفعل المساعد المناسب طيب ثم بنحول الفعل المعتقدات إلى التصريف الثالث وقبل ذات عفوا وقبل ذات شو بنحط أو بدل ذات بنحط أنت بدك تحط الجملة قدامك وعملها زي المصدرة وامشي عليها رقم رقم فأنت بروح ذات شو بنزل محلها 2 هس هاي الابجيكت شيلها من قدامك لا تخليها قدامك لأنه إذا ظلت قدامك ستخربطك صح إذا ظلت قدامك ستخربطك عشان هيك إحنا بدنا نأكس عليها عشان هيك إحنا بدنا نأكس عليها منشيلها خلص أنت نفعل به عشان ما تخربط فيه ترد تنزل للمرة الثانية بتطلع مدام موجود هون تعد عنه مباشرة لأنه هذا المفعول اللي وقع بعد ذات نازل تحت هي قدامك شيله طيب بعدين بنزل التو حكينا المفعول به هاي نازل خلص بتعد صدفني فعل مساعد بقول سمحك ابعد أنا أريد الفعل الرئيسي تاعتك ما بدي إياك فبالتالي إذا الفعل الرئيسي سبقه فعل مساعد شيل الفعل المساعد والفعل الرئيسي يجرد ويرجع لأصل ماشي يا شباب واسح نحل الأمثلة ونشوف الطريقة الثالثة لقاعدة الامبيرسون الفاسف في أن التحويل الغير أو التحويل العكس عفوا التحويل العكسي قاعدة التحويل العكسي نفس القاعدة ممكن تخربط الطلاب بس هي بسيطة جدا بدك تعملها زي المصدر بالضبط وتقيس عليها وتبني عليها الجملة البدكية التحويل غير عكسي أو التحويل العكسي هو رح يعطيك الجملة محولة جاهزة على الطريقة الثانية رح يعطيك الجملة محولة جاهزة على الطريقة الثانية شو الطريقة الثانية نقصد فيها يعني هو بد يكون مبدئ يعني بادئ الجملة بالأوبجيكت بادي الجملة بالأبجيك ثم الفعل المساعد ثم التصريف الثالث ثم التو ثم المجرد يعني محول لي إياها جاهزة أنا بدي رجعها لأصلها أنا بدي رجعها لأصلها طيب كيف؟ طلعوا كيف الشكل هذا هو رح يعطيك أبجيك إز آر واز وير هاز هاف بين قلنا حسب المفعول به تصريف الثالث هذا شكل الثاني مضبوط لحكينا عنه قبل شوي طيب هذا الشكل الثاني شو بدي أعمال خلينا نأخذ المثال عشان وضوح أكثر مثلا إجا قال لي doing exercise is said to be more beneficial for the body doing exercise is said to be more beneficial for the body عمل التمارين يقال أنها أكثر فائدة للجسم يعني هو يعطيني الجملة محولة جاهزة طالعا كيف نعطيك اللون اللون الأزرق اللي هو الأبجيك اللي إحنا اللي هي الطريقة الثانية والإسد اللي هو الفعل المساعد وفعل المعتقدات جاهزات والتول مجرد طيب شو بدي أعمال أنا شو الطريقة بدي أسويها أيوة الطريقة هو رح يعطيك لحد هون هو رح يعطيك عشان تكون عارف جملة التحوير رح تكون موجودة لحد هون اللي هي they say that يعني هو يعطيه الفاعل وميعطيك فعل المعتقدات جاهز وميعطيك that طيب بعد الذات شو بدي يجي عندي يا شباب الصبايل ما حكينا فوق بدي يجي المفعول به طيب وين مفعول به في الجملة فوق هون doing exercise طيب أنا كيف بدي أعرفي استاذ المفعول به في الجملة هاي بقصها من عند ال is بقصها من عند الفعل المساعد فبعرف انه هذا هو ال object بأخذه وبنزله وين بنزله عند بعد الذات مباشرة بعيد مرة ثانية التحوير العكسي بدي أنتبه هو رح يعطيك الجملة محولة جاهزة على الشكل الثاني اللي بيبدأ بمفعول به ثم فعل مساعد ثم تصريف ثالث ثم تو مجرد هذا الشكل الثاني طيب استاذ أنا كيف بدي أحولها عكسي بتحويلها العكسي هو رح يعطيك the say that وبوقف وإذا ما أعطاك the say طب أنا يا أستاذ كيف بدي أعرف ان هي say مش said ومش have said أيوة من قوله بترجع للجملة الأصلية شو مستخدم هون يا حبيبي مستخدم as طب ال as بتمثل إيش يا حبيبي بتمثل المضارع البسيط إذا معناته say شو بدي تكون بدي تكون مضارع بسيط طب الفاعل جمع ولا مفرد جمع إذا الفعل بدي كون مجرد لكن لو كان مفرد شو بتضيف للفعل بتضيف له أسئل إفراد هذا في حال لو ما أعطنيش الفعل المعتقدات لكن هو بالأصل بيكون معطيك فعل المعتقدات لعند الذات طيب طريقة ثانية طيب بعد الذات هل جماعة شو بدي تأتي عندي بدي تأتي عندي المفعول به طب وين أعمل مفعول به برجع على بداية الجملة وبقص من عند الفعل المساعد هاي المفعول به فأخذه وبنزله بعد الذات طيب طب يا أستاذ أوكي هسا بعد التو شو صار محلها حكينا احنا صار ذات هاي لاحظين كيف يعني التو هاي نزل محلها ذات انت زي المصدرة يمشي الاسد صار السي لأن الاس مبارع فبالتالي تكون سي لنا مجردة والتو نزل محلها ذات والمفعول به هاي ينزل هون طيب هاي البي أنا كيف بدي أعرف شو أصلها طب بلك كانت آر طب بلك كانت آم طب بلك كانت وازو وير أيوة نقول له يا عمي شو زمن الجملة هون نقول مبارع معناته هاي بشي لا تكون يا إز يا أم يا أر إذن حتى أعرف زمن اكتبوا لي بالله الملاحظة يا شباب الصبايا حتى نعرف زمن الفعل حتى نعرف زمن الفعل الواقع بعد تو حتى نعرف زمن الفعل الواقع بعد تو ننظر إلى فعل المعتقدات والفعل المساعد معه فإذا كانت مبارع فيكون هذا الفعل زمنهم مبارع وإذا كانت فعل المعتقدات في الماضي مع الفعل المساعد للوازو الوير فالفعل هذا بعد التو رح يكون بالماضي أما إذا كانت مبارع التهام فهي مبارع كذلك فهي على الأغلب كلها اللي بتيجي في انتهاء الوزاري يا مبارع يا ماض تمام إذا ننتبه للنقطة هاي إنه التو ويجرد ما بعدها عند التحويل بدي أحذف التو ونزل الذات محلها وبدأكون عارف إذا كانت بي برجع لفعل المعتقدات وأشوف شو زمنه فإذا كانت إز آر وسد بقول إذا كانت إز آر فبرجع للمفعل بي بكون عارف إنه مفرد بعطي إز وإذا كان الجمع بتكون آر نفس الشي على الفعل الرئيس نفس العمرية هذا هو التحويل العكسي هذا هو التحويل العكسي خلينا نطبق أكمل مثال ونشوف كيف لحكينا عنه مثلا الجملة ها بتقول people believe that technology will run our lives in the near future بيش بدأ الجملة يا جماعة أيوة بدأ بإت طيب واحد نذهب إلى الفعل المعتقدات ومنحدد زمنه شو زمن الفعل المعتقدات ما ضو المضارع والمضارع التام أحسن يلي تجاوب إذن هي مضارع بسيط مضارع بسيط طيب شو الفين المساعدة تستخدمه مع مع الإز أحسن طيب وفين المعتقدات شو بدأ يصير فيه بدأ يتحول لتصريف ثالث بدأ يتحول لتصريف ثالث تمام ست بدأ يتحول لتصريف ثالث ومننزل الذات ومنكمل الجملة كما هي تيك نولوجي ومنكمل الجملة على ما هي لا بتحذف ولا بتطير إذن أنا هنا اشتغلت على شغلتين أعطيت الإز بليف على أساس إيش على أساس الفعل المعتقدات وعلى أساس الإت مضبوط طيب إذن الإت بدأت بالشكل أول بدأ أحول على الشكل أول رحت على فعل المعتقدات حدد زمن وقال لمضار بسيط بقول إت بتأخذ إز وبحول فعل المعتقدات للتصريف الثالث وبكمل الجملة على ما هي طيب خلين نحول على الطريقة الثانية بايش بدأ الجملة أيوة بدأها بالأوبجيكت اللي هي إيش الأوبجيكت تيكنولوجي طيب عمي يقع في الجملة أيوة يقع بعد الذات هذه التكنولوجيا شايفينها معناته أنا ما أريد أن أعمل فيها أريد أن أشيلها من خلقية لكي لا تخربطني أريد أن أشيلها من خلقية لكي أحذفها مباشرة تنحدث شوفوا كيف أنا عطوي أعملها X يعني Out اطلع برا طيب هسا مفعول به يا مفرد يا جمع بردر جايف فعل المنتقدات Is تمام وبنحول الفعل التصريف ثالث اللي هو Believed Is believed طيب بعدين لاحظة هون في الأولى حركتين في الثالثة أكثر من حركة يعني في قاعدة The It هنا حركتين بس أعطنا فعل المساعد وأعطنا التصريف الثلاث وكملنا لكن هنا أعطنا فعل المساعد وحولنا التصريف الثالث وشو بدي أعطي كمان To هاي حركة ثلاث طيب وين الفعل الرئيسي ما وقع بعد المفعل به طيب في عندي ولي أعمل شو أعمل فيها برضو شيلها برضو هاي شيلها خلاص أي فعل رئيسي يسبقه فعل مساعد شو منعمل فيه كمان يحذف يحذف تمام أي فعل مساعد أي فعل مساعد يسبق الرئيسي يحذف تمام حذفناها فبصير إيش To وبكمل الجملة To run إلى نهاية الجملة واضح يا شباب الصبايا إذن Technology is believe To run التكنولوجي هي موجودة هون خلص بشيلها من قدامي بحدد فعل المعتقداش وزمنه وعلى أساس أعطيه الفعل المساعد المناسب وما يناسب المفعل به ونحول الفعل إلى التصريف الثالث ثم من نزل To محل الذات وإذ الفعل الرئيسي هذا الموجود هون سبقوا أي فعل مساعد يحدث ونجرده طيب مثال آخر إجا قال للجملة expert said that we should drink a lot of water to avoid dehydration الخبراء قالوا أنه علينا شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف أوكي أعطاني it معناته is was was باجع فعل المعتقدات أيوة said شو زمن ها said أحسن ماضي طب ما أقول أستخدم وير آه سامي وحن بتقول لا 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 أيوة شو مستخدم was was والفعل said أصلا تصريف ثالث شكله إذا بنزله said ومنكمل الجملة للنهاية ومنكمل الجملة للنهاية دون ما أعمل أي شي أنا فقط هنا في الحالة الأولى عملت حركتين فقط زي ما أنتم شايفين طب الحالة الثانية عند وي أيوة طب وين هاي وي موجود في الجملة لاحظ هيا بعد الذات مباشرة لأنه هذا هو منثل المفعول به عادة نعتبر المفعول به لأنه object تمام طب شو بعمل وي محذف ها عشان ما تغلبك بالطريق وكأنه مطبق قدامك شيل وامشي تمام طيب شكرا ما أعطيه واز لا 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 وير مظبوط إذا أعطي وير وي وير وبنزل نفس الفعل سد طيب بدل ذات شو بدي أنزل محلها أيوة تو حسن طيب حذفنا وي خلاص مش نام قدامنا طيب عند شد عمها شد سوا فيها قلها ارجع عند دهرك الله معك أنا شو بدي فيكي بدي الفعل الرئيسي تاعك شو الفعل الرئيس درينك فبقول له درينك وبكمل الجملة للنهاية فصارت we were said to drink a lot of water to avoid dehydration أوكي مثال أخير خنحل له عكسي شوف كيف هو رح يطيك إياها بيجي بقول لي the body has been approved to need healthier food to give it energy the body has been approved to need healthier food to give it energy الجسم أو أثبت أن الجسم بحاجة إلى طعام صحي لإعطائه طاقة طيب إجاء في الامتحان قل لي the scientists have approved جهز لي يعني بيقول لي حول لي إياها عكسي طيب أستاذ كيف يعرفنا هنا عكسي منقول لأنه شو قال لي the scientists have approved طيب أستاذ ما فهمتش عليك منقول له يا حبيبي البروف من الأفعال المعتقدات اللي احنا سميناها أفعال المعتقدات بين quotations إنه هي من الأفعال اللي بتدلك إنه هاي قاعدة اللي هي the impersonal passive زائد في عندك two طيب إجاء قل لي the scientists have approved طيب أنا شو بدأ عملها أستاذ منقول له أيوة هسا دكتور جهلة أصلها أصل الجملة بعد الفعل شو بدأ يكون عندي that يعني two هاي شو صار محلها أيوة that طيب يا أستاذ وعد يبدأ شو ما نحط برأيكم أيوة سامة واحد بقول له the body طبعا اسموه letter that بقول له the body طيب وقف طيب يستوي بعدين منقول له هاي الفعل طيب يا أستاذ أنا شو بدي أعرف إنه need ما كانت needed ما كان is needing ما كان منقول له حبيب هل تستجري ماذا زمن الجملة هون مضارع تام فهي مضارع بسيط صلى الله بارك لأنه الفعل هذا الموجود بعد مضارع بسيط يا مضارع تام على الأغلب يا مضارع بسيط يا ماضي بسيط على الأغلب ما في غير هيك فبالتالي إذا أثبت إنه زمن المعتقدات بالمبارع بالمبارع البسيط أو المبارع تام فبالتالي هذا الفعل يكون مبارع معناته رأيكم need ولا needs needs لأنه المفعول به هذا شو مفرد بس وهيك بتكون عكس عندي وصلت طيب هاي الجملة ثانية هاي الجملة ثانية عشان نفرجيكم كيف عملية التحويل العكسي بسيطة جدا بس بدها شوي التركيز إيجا قال لي they know طيب النو أنا بعرف هي من الأفعال إيش المعتقدات وعندي two إذا معناته بدي أنا حولها إيش عكسي طيب شين عكسي يا رجع ليها لأصل learning a new language is known to improve the functionality of the brain إيجا قال لي they know طيب بعد النو يستاذ شون نحط من نقول لأ حط ذات طيب بعد الذات يستاذ شون نحط من نحط المفعول به وين المفعول به قص من عندي الفعل المساعد اللي هي learning a new language a new language تمام بوقف طيب يستاذ بعد هيك الآن التو صار محلها ذات هاي المفعول به رجعنا مكانها أيوة طيب جانا هون فعل رئيس يسا شو بقول طيب ارجع لفعل المعتقدات والفعل المساعد تاعه في أي زمن برأيك هذا الشكل مضارع منات يائز 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 طب learning a new language مفرد للجمع مفرد طبعا أنا بنتبع اسم الجرند اللي هون حتى لو كانت languages يعني واجه قلي learning a new languages بقول مفرد لأنه الفعل أو بدأ المفعول به بفعل الجرند المضطر اللي هو اسم فاعل مفرد تمام فبالتال شو بقول بقول ام برو اتمنى اكون وصلت لكم أو شرحت لكم القاعدة واللي ما فهمها بيقدر يرسلني أو يعيد الفيديو مرة ومرتين وثلاث ويسجد الملاحظات اللي حكينا عنها وأتمنى انه نكون يقدرنا نوصلكم هاي القاعدة أتمنى لكم التوفيق ولمن يرغب بمشاركة الفيديو أكون له ممتن فقط سبسكرايب وشير للفيديو وقرع الجرس حتى يتم إصال الفيديوهات لكم أولا بأول نراكم على خير محبكم الأستاذ باسلم